فصائل المسلحة عادت بهجماتها الصاروخية ضد السفارة الأمريكية وقامت بهجوم فجر هذا اليوم تفاصيل هذا الهجوم هو صار على غرار العادة وتعودنا بأن الصواريخ يكون لها عدد صاروخين ثلاثة أربعة هذه المرة صاروخ واحد فقط الذي استخدم وهو انطلق من شارع فلسطين هذا طبعا كله عبارة عن شارع فلسطين من هذه المنطقة تحديدا هذه هي السفارة الأمريكية وطبعا هذه هي المنطقة الخضراء بشكل تقريبي اللي موجودة بها السفارة الأمريكية والسفارات الأخرى هذا طبعا الصاروخ انطلق بشكل غريب بأنه لم يكن متوجها إلى السفارة الأمريكية بشكل مباشر بل هو توجه وسقط في المنصور خلف جامع الرحمن لم يؤدي إلى سقوط أي ضحايا ولكن كانت هناك أضرار بين المدنيين وفتح تحقيق طبعا بهذه القضية وأهم في هذا الأمر وهذا أمر نكشفه لأول مرة بأن المنصة التي استخدمت في إطلاق هذا الصاروخ هي منصة خشبية وهذا طبعا ما يبرر ليش أنه الصاروخ انحرف وتوجه إلى هذا الاتجاه لذلك نحن أمام جسنبض واضح من قبل الفصائل المسلحة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الأهم من هذا الأمر يجب أن ننتبه إليه وطبعا يجب أن ننتبه إلى قضية أخرى أن هذا الهجوم يوضح ويبرر ليش أنه ما سمعنا أي صافرات انذار أو شفن السيرام تعمل ضد هذا الصاروخ بسبب بعد المسافة أنه سقط في المنصور الأهم من هذه القضية أن هذه الهجوات هي تأتي من شرق بغداد من هذا الاتجاه دائما بشكل مستمر هذه ليست المرة الأولى التي يصير منها الهجوم بصواريخ الكاتيوشا وطبعا إذا ما جئنا على آخر هجوم على سبيل المثال وهناك ملاحظة على الهجوم الأخير اللي صار من مستشفى الكندي طبعا من قراج مقابل لمستشفى الكندي انطلقت صاروخين على السفارة الأمريكية وكان هناك صاروخ واحد أيضا انطلق تقريبا من منطقة الحارثية آنذاك في تاريخ ثمانية سبعة ألفين وواحد وعشرين المثير بهذا الهجوم هو صار الفجر أيضا تقريبا بنفس التوقيت يمكن أوكت شوية بساعة أو بساعتي مباشرة في الصباح الباكر قيادة عمليات بغداد بنفس اليوم أعلنت عن رفع السيطرة الموجودة السيطرة الأمنية في نفس المنطقة اللي انطلق منها الصاروخ في يوم ثمانية سبعة ألفين وواحد وعشرين فهذه طبعا قضية مثيرة أنه هذه المنطقة تنطلق منها صواريخ كثيرة جدا والسيطرة الرفعت في نفس الوقت فكيف للحكومة العراقية أن تضبط مثل انطلاق هذه الصواريخ في ظل هذا الأمر الذي أثار أكثر من علامة استفهام وعلامة تعجب والبعض رأى بأن هذا يبين نفوذ هذه الفصائل المسلحة الأهم من هذه القضية أن الفصائل تقوم بهذا الهجوم بسبب أنه هم مراضين على هذا الاجتماع ومخرجاته اللي صارت من زيارة رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي إلى جو بايدن واتفاقهم بتحويل القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات استشارية وتدريبية ولكن أيضا هذا الأمر خلى Voice of America وأوساط أمريكية قلقة جدا من طبيعة تحول القوات الأمريكية إلى قوات استشارية وتدريبية في الداخل العراقي لأسباب استراتيجية وهمة وليست فقط متعلقة في الداخل العراقي وهذا طبعا الأمر متعلق في القوات التحالف الدولي الموجودة في سوريا قوات التحالف الدولي في سوريا هي تختلف عن وظائف العراق هي طبعا مدعتها حكومة بشار الأسد هي جتي ملعدها لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي وهي تساند طبعا في شرق الفرات هذا هو شرق الفرات كل اللي هم مسيطرين عليه مع قوات سوريا الديمقراطية هم يدعمون قوات سوريا الديمقراطية اللي هي قوات فاعلة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي مع التحالف الدولي ولكن هي قوات غير حكومية وعلى هذا الأساس القوات اللي موجودة في الداخل السوري هي بحاجة إلى قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي موجودة في العراق مع حكومة حليفة لهم ليش؟ لأنهم يحتاجون إلى عمليات الدعم اللوجيستي المستمر وخاصة الآتي من قوات التحالف الدولي وقوات الأمريكية اللي موجودة في إقليم كردستان وبتحول هذه القوات إلى قوات تدريبية طبعا وليست قوات قتالية يفتح الباب بحسب الفويس أوف أمريكا لهذه الفصائل بمهاجمة القوات الأمريكية بشكل أكبر توسيع هجماتها على مستويات أعلى وكذلك قد تهاجم أيضا الإمدادات التي يقوم بها التحالف الدولي إلى حقيقة من إقليم كردستان على سبيل المثال إلى الداخل السوري بالتالي تضعف قوات التحالف الدولي نوعا ما إذا ما تم مهاجمة الإمدادات بشكل مستمر وموسع وبالتالي ظهر قوات سوريا الديمقراطية يضعف ويعطي فرصة إلى تنظيم داعش الإرهابي أن يجد مساحة أكبر في سوريا وأيضا أن يتدخل في العراق بشكل أكبر يجب أن لا ننسى قوات الأمريكية قوات تدريبية يعني حتى داعش ما تقدر اتهاجم نهائيا إذا ما توغل في الداخل العراقي لذلك هذه هي المشكلة اللي أقلقت حقيقة الآن وتقلق الفويس أوف أمريكا والأوساط الأمريكية مما ممكن أن يحدث حقيقة وكذلك أن هذا الأمر يجب أن ننتبه أن حقيقة الأكراد أيضا الكرد وبحسب الفورين بوليسي أيضا نوعا ما قلقين جدا مما يحدث في أفغانستان شافوا قوات الأمريكيين سحبت من أفغانستان وصار انقلاب وطالبان سيطروا على أكثر من 85% من أفغانستان لذلك هم قلقون من أن تكون عملية تحويل القوات الأمريكية إلى تدريبية واستشارية في الداخل العراقي هي بداية لعملية انسحاب قادمة إذا منحلت الأمور مع إيران وممكن أن تنقلب الأمور خاصة وأن الطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت إقليم كردستان من قبل الفصائل المسلحة نفسها وطبعا هذه القضية أيضا والهجمة التي صارت على السفارة الأمريكية هي أيضا تزامنت مع تصريحات مثيرة وقوية من قبل المرشد الأعلى نفسه حول الاتفاقية النووية وانزعاجة من طبيعة التعامل الأمريكي وانزعاجة أيضا من رغبة بايدن في توقيع هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية متابعة للعودة إلى الاتفاقية النووية من أجل مناقشة قضية الميليشيات والصواريخ الباليستية المرشد الأعلى قال إحنا لا نريد نناقش قضية الفصائل المسلحة ولا نريد نناقش قضية الصواريخ الباليستية لأن لا علاقة لها بالاتفاقية النووية اسمها اتفاقية نووية أي متعلقة بالأمور النووية وكذلك انزعاج حقيقة هو من حق أن ينزعج بهذه الطريقة لأن أكسيوس يوم أمس كشفت من أحد المفاوضين الأمريكيين اللي موجودين في فيينا حول هذه القضية تحديدا قال بأننا لن نتنازل لإيران مهما يحدث شوف شنو اللي قالت الأكسيوس بهذا الأساس مسؤول أمريكي ومكبير مشارك في محادثات فيينا هذا اللي قال لن تحصل حكومة إيران الجديدة على امتيازات أكثر من الحكومة السابقة حتى وإن كانوا أكثر صرامة ولن يتغير موقف الولايات المتحدة فهذا طبعا سبب الانزعاج الكبير اللي موجوده وكذلك أن الوقت يضيق شيئا فشيئا ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل أنه يضيق على الإيرانيين نفسهم لأن هناك تظاهرات هناك وضع اقتصادي صعب جدا وكذلك أن بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي قال احنا مراضين على الاتفاقية النووية ولا نريد هذه الاتفاقية النووية أن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصيغة التي يريدونها وكذلك أنهما قالوا احنا مستعدين ولدينا كل القدرات لمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية وطبعا هذا قد يفسر عددا من الأمور المهمة جدا خاصة وأنه قال بأننا قادرون الآن على إحداث الضرر في الإيرانيين يوم أمس هو قال هذا الكلام وهذا يوضح ليش أنه هما يعني حقيقة في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن منشأة نطانس التخصيب اللي دي يصير بها هو عبارة عن نسبة 60% والبعض يتساءل لماذا إذن الإسرائيلي منزعجين وخايفين من هذه النسبة ولا يهاجمون هو قال بنفسه بأننا نعلم أن الإيرانيين قريبين من القنبلة النووية بتخصيبهم هذا ولكن هناك جوانب هم لا يمتلكونها حتى هذه اللحظة من دون التصريح بأي شيء لذلك الوقت يضيق والأمور بدأت تصعب شيئا فشيئا وواضح أن انعكاسات هذا الأمر ستأتي إلى الداخل العراقي في ظل عدم انسحاب القوات الأمريكية من الداخل العراقي وعدم رغبة الفصائل بذلك وكذلك أن الاتفاقية النووية لم تصل إلى طريق حتى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر